عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة أليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 والتنصيقات الجارية في هذا الصدد وذلك بحضور نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم وعدد من المسؤولين ويأتي الاجتماع في إطار متابعة أليات تنفيذ قرار والذي يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق وتم خلال الاجتماع استعراض عددين من التساؤلات والاستفسارات فيما تعلق بتنفيذ القرار وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وأشار نائب محافظ البنك المركزي لأنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات أوضح نائب المركزي أنه سيتم استمرار استخدام الأرصد المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية